مع السلامة مع السلامة ايه بس ستانة رايح فيه المحامي العربي اللي بيتعامل في بلد عربية مع اجانب عشان يفهم من الموكلين الاجانب ويفهم ويقدر يتابع التفاصيل معهم ويقدر يقيم ترجمة صيغة العقود والمستندات اللي جايبينها الفرنجة ويكون ممثل قوي لشركته في اوساط بتتكلم انجليزي جامد فلازم يكون على دراية قوية جدا بما يلي اسمع معي طبعا بعد الانجليزي العادي بتعامل الشعب من الغير قانونيين ما يكون تمام اضعف الايمان اه ازمنة ضماير حروف جر الكلام ده يعني ده ثم بعد بقى الانجليزي بتاع اللي هما الغير قانونيين فيه بقى انجليزي تاني خالص لازم راجل القانون يكون عارفه وبيعرف يستخدمه كويس اولا فيه مصطلحات قانونية جدا خاصة برجال القانون مينمم كده خمسمائة كلمة لازم يكونوا معرفين هما ليهم مترادفات في انجليزي عامة الشعب بس الراجل القانون لازم يكون عارف مينمم خمسمائة يعني خمسمائة الالف كده مهمي جدا فيه بقى الدابلتس والتريبلتس اللي هاي المزدوجات والثلاثيات عارفين زي مثلا الضامن متضامن لاغيا وباطلا العقد الشريعة المتعاقدين ايوة الانجليزي فيه طاقة محترم كده لاغيا وباطلا انت كمحمد بتقولش اول انت بتقول اولا ساندري يعني زي كل من هب ودب القاصي والداني اللي هي عكسة over and above terms and conditions cancel لا دي بتاعت اللي بيبل الغير قانوني انت تقول cancel annull and set aside باي شكل من الاشكال way shape and form هي سورة سيئة كده على بعض dispute controversy and claim بغير بقى hereby whatsoever whosoever howsoever في بقى في انجليزي كلمات متشابهة بصوا الطاقم ده كده شكل بعضها بس لا بتفرق قوي وطبعا بما ان المجال القانوني هو مش بحر هو محيط او محيطات تعالوا مثلا نروح لحتة الشركات والعقود ايش حياتك بقى commercial provisions ومقسمة main provisions و secondary commercial provisions boiler plate closes دباجات، ثوابت، استنباط بالانجليزي عالم بقى ال drafting وصيغة العقود والمسودات بالانجليزي مو المراسلات الروتانية بقى ومذكرات والإيميلات وال presentation skills مع السلامة ايه بس استنى رايح فيه لما تتكلم مع الاخوة الفرنجة عشان تفهم وتفهم ونبتدي كده نظبط الدنيا في الشركة عندنا فيه بقى ما هو وراء كل اللي قلنا ده تانية ده علمك ده معرفتك تمام؟ فيه بقى ال communication skills opening phrases establishing basis of communication getting down to business هتتعامل مع ناس متوترة، ناس مروغة anger management وانت تظبط الكلام برضو avoid unrealistic promises ضبط الكلام using normal language with lay people ما انت بعد ما توصل لكل اللي احنا قلنا ده مش هتتكلم كده مع الناس العادية هتبسط لهم negotiations مفاوضات بالانجليزية telephoning بالانجليزية انا عايز وحش يمثل شركة محامة قوية الناس تبقى متطمنة من مهارتك في اللغة العربية والانجليزية انا عارف ان اللغة في المنظومة القضائية في الاخر القضية بتكون باللغة العربية او بتقدم على السيستم في الحكومة بالعربي بس البدايات والمراحل الكتيرة والاخوة الفرنجة من البداية كون مزبط الشغل معهم وفهم الضبط هم عايزين ايه وفهمهم الضبط انا بعمليك عزيز المحامي كل يوم حد هتنزل حلقة اسمها Legal English ركز معايا هم هنزل خمس حلقات بس خمس ايام حد هيفروه معاك كتير ان شاء الله تتابع معايا كل يوم حد الحلقات دي خمس حلقات هيفروه معاك كتير جدا ايهو Legal English زر م trouver بخمس اكتب ON خمس حلقة شغل جمعيكون خمس حلقت mejي هؤل default معاك كتير من الانذي goals اتابعوا بخذ والاشر من تش